السلام عليكم التلاميذ والتلميذات الأبا والأمهات مرحبا بكم في قناة برو في عبدو نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وفي هذا الفيديو سنرى واحد القرار جديد خصة التعليم الابتدائي سيطبق ابتداء من السنة المقبلة أو الموسم الدراسي المقبل ولكن لا تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لكي دائما يسلكوا من إشعارات الفيديو الجديدة فينا ويلا على بركة الله أخليكم مع الفيديو بدءا من الموسم الدراسي المقبل سيفعل مشروع مؤسسات الريادة وتهم هنا سلك التعليم الابتدائي العمومي مرحلة تجريبية أولى ستشمل نحو 630 مدرسة عمومية حيث سيستفيد من هذا المشروع نحو 328 ألف تلميذ وتلميذة في أفق التعميم التدريجي على جميع المدارس بمعدل ألفين مؤسسات عمومية سنويا نازلوا بمعها تفاصيل يهدف مشروع مؤسسات الريادة إلى رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب الانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية هذا المشروع سيتم إرساؤه في مرحلة تجريبية أولى بـ 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري والشبه الحضري والقروي حيث سيستفيد من هذا المشروع 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى بتعبئة ومشاركة طوعية لما مشموعه 10700 أستاذ وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا وذلك في أفق التعميم التدرجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 وقد تم تصميم مشروع مؤسسات الرياضة وفق هندسة متعددة الأبعاد التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية حيث ستعمل الأطر تربوية منخريطة في المشروع على تنزيل أربع مكونات المكون الأول يهدف إلى تصحيح التعاصلات الأساسية للتلميذات والتلاميذ في القراءة والحساب أما المكون الثاني فيهم تفعيل الممارسات الصفية الناجعة التي تهدف إلى التدرج في بناء المكتسبات وتلقينها ويرتكز المكون الثالث على التدريس بالتخصص بما يتناسب بشكل أفضل مع تخصص التكوين والمهارات التي يتمتع بها الأساتذة فيما يهم المكون الرابع تسيير المؤسسة التعليمية وخاصة ما يتعلق بالظروف المادية الفضاء الداخلي من أقسام ومرافق صحية وأمن ونظافة وجودة تجهيزات وتوفر العتاد الديدكتيكي إضافة إلى تفعيل مشروع المؤسسة المندمج والعلاقة مع الأسر الأجراءة الميدانية لهذه المكونات الأربع حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستمكن المؤسسات المعنية من الحصول على شارة مؤسسات رائدة حيث يخول الحصول على هذه الشارة الاستفادة بالنسبة للفريق التربوي من تحفيز مادي فردي يبلغ 10 ألاف ذرهم صاف سنويا وذلك حسب ما نص عليه التفاق 14 يناير 2023 المواقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية